اهلا وسهلا فيكم عزيزي المتابعين ومتصبين معنا في القناة في حلقة جديدة اليوم ان شاء الله سنتكلم عن موضوع عدم تجاوب صاحب العمل مع العمل فيما يخص تقليل فترة الاشعار قبل ما نبدأ بالموضوع انا يريدك العادة انكم تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وخلونا نشوف التعليق اللي وصلنا من احد المتابعين احد المتابعين في القناة كتب التعليق التالي اللي بيقوله استاذنا العزيز في واقع حالة لصديق توجد اشكاله في فترة الاشعار حيث واختر صاحب العمل بعدم تجديد العقد وتم التوقيع على مسحقاته النهائية وانتهى العقد على قوة ولم يجدد ووافق على طلب العمل من الكفيل الجديد وتم وصول الاشعار للكفيل السابق الاشكالية هنا اذا كان عقده انتهى ولم يجدد ووقع مستحقاته النهائية لماذا ينتظر ثلاثة شهور حيث ترك الكفيل الطلب حتى تم ناكله اوتوماتيكيا بعد تسعين يوم لدرجة انه تواصل مع مكتب العمل وتم تشكيل لجنة واصدرت قرار بعد حوالي شهر ونصف بحقه في نقل الكفالة ولم يستطع تنفيذ القرار في الجوازات او قوة نظرا لعدم وجود ربط بالنظام او ما يسمح لموظفين قوة بالدخول للنظام ونقله واضطر الى الانتظار تسعين يوم تحية طبعا اخي الكريم صديقك هنا غلطان في نقطة مهمة جدا واللي هي انه ما سوى فترة الاشعار على حسابه في قوة ما انهى عقد على قوة ما دخل على قوة ودخل نفسه في فترة الاشعار او طلب عدم الرغبة بتجديد العقد عشان يبدأ فترة الاشعار على قوة ولكنه اعتمد على الحالة الورقية القديمة زي ما اتكلمنا احنا في الحلقات السابقة مخصوص فترة الاشعار فبالتالي شيء طبيعي حيضطر انه يرجع يستنى تسعين يوم اخرى من فترة الاشعار اللي حتظهر له في قوة كان يفترض هنا انه بدلا ما يروح لمكتب العمل وجلسات ولجنة ومشعار كاش كل ما عليه كان مفروض انه هو يرفع شكوى ضد صاحب العمل في الخدمات الالكترونية في وزارة العمل وفي حال انه صاحب العمل لم يتجاوب وما قال له فترة الاشعار فعلى الاقل صاحبك هنا حيكون معه محضر يقدر انه هو عن طريقه يرفع الدعوة في المحكمة العمالية عن طريق ناجس تمام ويقدر في نفس الوقت انه هو يطالب لجميع الخصائر اللي قاعد يتسبب له هي صاحب العمل حاليا باعتبار انه صاحبك جالس بدون عمل فبالتالي دائما صاحب العمل اول ما يسمع انه الموضوع اصبح فيه غرامات وفلوس حتى انه صار يجري عشان يخلص الموضوع فبالتالي لو انه صاحبك من البداية اخذ الاجراء هذا ما كان اتعطل العطلة ولكن زي ما يقولوا كل واحد ما يتعلم الا من كيسو فحبيت اخوتي المتابعين انه اوضح لكم التعليق اللي جاء من الاخ وكيف كان المفروض انه صاحبه يتصرق في حالة زي هذه طبعا احنا وضحنا الامور هذه كلها في الثلاث حلقات السابقة بالنسبة لفترة الاشعار وضحنا في الجزء الثاني من كلامنا عن فترة الاشعار كيف بيمكانه انه هو يرفع دعوة وليش يرفع دعوة وايش الامور اللي هو يطالب فيها لانه كده صاحب العمل اصبح بخسره بيتسبب له بخسائر فيقدر انه يرفع دعوة تعويض هنا التعويض صحيح مية في المية بسبب انه كل الاثباتات متوفرة وموجودة ما احد يقدر ينكم كلها الالكترونية وعلى منصة قوة اتمنى انه يكون كلامي واضح بالنسبة لكم اخوة المتابعين واتمنى انه المعلومات التي قدمتها لكم في حلقة اليوم افادت الجميع وكالعادة لا تنسوا انكم تدعمونا باللايك تشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس وتنشروا الحلقة على وصع النطاق على شاء غيركم يستفيدوا وتشاركونا الاجر والسلام عليكم